استقبلت قرية كاركر بأسوان مصريين وسودانيين على مائدة إفطار واحدة وجمعت مائدة الإفطار مأكلات ومشروبات نوبية وسودانية مصريون وسودانيون على مائدة إفطار واحدة هذا هو الوضع في قرية كاركر بأسوان التي استقبلت العشرات على موائدها حيث شارك المواطنون في أعداد الإفطار وتناوله معها الاستعدادات بدأت بفرش الحصائر في الساحة المعدة لذلك حيث يتجمع الكبار والشباب والأطفال بعد صلاة العصر استعدادا لتناول الإفطار احنا هنا في رمضان بنعمل فطار جماعي بنعزم فيه القرى المجورة وأهالي كتير بتيجي من أسوان برضو ضيوف بيجي من أسوان بنعملهم الأكلات النوبية اللي هي الخماريد الجكود الفطير جلاش حاجات زي كده بنعملها وبنقضي يوم جميع مع بعض أول مرة نحضر رمضان في أسوان وحوالين الجيران النوبيين وبنتلم بنفطر سوا وبعد نفطر بنصلي سوا كلنا بعض سيدات القرية يتجمعنا داخل أحد البيوت لأعداد الطعام والمشروبات حيث تغلب على المائدة المأكولات النوبية وأشهرها الكابد والخمريت والجاكود والعصيدة بالإضافة لمشروبات الأبريه والعراضيب الكركديه ولا تخل المائدة من بعض المأكولات والمشروبات السودانية ومن أشهرها الكسرة والنعيمية في كركر هنا طبعا فيه ترابط أسري بين الناس مع بعضيهم طبعا الناس كلها بتيجي وبتشارك اللي بيجيب البلح اللي بيجيب الأبريق اللي بيجيب العصير الأولاد بيجيحزوا للإفطار بيجينا ناس من الأسوان وبيجينا ناس مثلا نشغالينا في الشركات وفيه ناس سودانيين طبعا قطار بيشاركوا معنا برضا كنا بيرحب بجميع الأخوان والسودانيين والمصريين ونحن كلنا كدولة واحدة كأمة واحدة كيد واحد ويحمل أوعية الطعام رب البيت أو أحد أبنائه إلى مكان التجمع حيث يتم ترتيبها بشكل منظم ومنسق فوق الحصائر وعند انطلاق أذان المغرب يتناول الجميع المشروبات وبعدها يتوجهون لأداء صلاة المغرب بالمسجد هم يعودون للمائدة لتناول الإفطار الكامل وبعده يحتسون الشاي والقهوة إلى أن يؤذن لصلاة العشاء في أجواء رمضانية مبهجة